ايها الاحرار العرب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ايها الاحرار العرب في مصر في تونس في ليبيا في السعودية في كل بقاع العالم العربي دولة الاخ الكبير في كل بقاع العالم العربي هو موكر فون واحد رأي واحد دماغ واحدة منشت واحد حتى لو الدماغ دي هتلبسك في الحيط اما بقى مصطلحات زي الرأي التاني الرأي المختلف الاعلام الحر المعارضة صوت الشعب كل الحاجات دي بيتعامل معها الزعماء العرب خاصة السيسي شبه تعامل محمد صبحي في المسرحية الرائعة تخريف ستسعقل امام الشعب ده بيها يا تأنتخش شيئا هل انت من المؤيدين لي ولحكمي وحكوماته تأييدا مطلقا واخبالك الله ها ام انك لا قدر الله من المعارضين ولا كنسى انت في قربي الدكتاتور اللي يطلب تأييدنا شكرا لسينا المشهد ده للمبدع لينن الراملي المشهد ده بيعبر عن واقع العالم العربي خلال العقود الطويلة اللي عدت مش بس المصريين ما كانش مجرد مشاهد تمثيلية لحد ما حصل الانقلاب في مصر 2013 واتولدت فكرة القنوات المعادة قناة مكملين وقناة الشر وقناة مصر الان وغيرها من القنوات الحرة الناس شافوا فيها طائط نور وباب امل لكشف الحقيقة اللي غايبة عنهم واللي بيخفيها النظام وازرعه الاعلامية عشان كده باستمرار قناة مكملين تحديدا عاملة ازمة لسلطة مرتعشة موتورة متخيلة ان فشلها بس سببه اللي احنا بنكشفه ونقوله مش بسبب اللي هم بيعملوه في الناس احدث محطة للقصة دي هو بيان الداخلية اللي اعلام السامسونج اشتغل عليه ضد قناة مكملين وقالوا انها قناة او اعلام بيحرق اغصان الزيتون اه سوري اصدب يشوهوا الصورة الجميلة نشوف كده الاخبار الداخلية قنوات الاخوان الارهابية تروج معلومات مغلوطة مغلوطة عن اوضاع السجون في مصر مصدر امني ادعاة الاخوان بشأن الاوضاع في السجون تتنافى مع تقرير حقوق الانسان ده انتو كدبين اصلا ليه بقى كدبين لان احنا ماناش علاقة بالاخوان اصلا بص هتلاقي الحرص على كلمة قنوات الاخوان اعلام الاخوان بينما الاخوان اصلا فاصلين فيهم فاصلين ملوش علاقة بقناته واحنا اصلا ملناش علاقة بالاخوان بص ابواق اعلامية موالية للاخوان روجت جماعة الاخوان تروج هي فين جماعة الاخوان بس احنا نحب نقول الداخلية كويس انكم متابعين القناة بس لو تركزوا شوية في شغلكم وتقعد واحد بيفهم يتابع القناة كان هيقول لكم ان كل اللي عملناه ان احنا نقلنا مشكلة فين بدل ما تطلقوا علينا قنوات الاخوان واتطلقوا علينا كلابكم السعرانة اللي جانكم او مواقعكم الاخبارية تطلع تنهاش فينا مكملين ما بتقولش حاجة من عندها ام مصطفى ديشا الشاب اللي مات في اسم التالت منتزل اسكندرية هي اللي كان بتقول عايزة حق ابني وهي اللي بتقول احنا مش اخوان فبلاش لعبة الاخوان دي افتكرت كده الفيديو ده ستبتلقوا علينا انا بناشد حضرتك انا واحدة بقايد حضرتك وبقايد الشرطة وبقايد الشعب وبقايد الحكومة انا مليش دقوا بالاخوان هم ينزلوا اللي هم عايزين ينزلوا انا مليش دقوا بيه انا ما بتجرش بلدان ابني انا عايزة عارف ابني مات ازاي ايه اللي موتتني ايه سبب متابني انا كنت واحدة مع ابني تقص له شايفة به هو متعذب هو متعذب مدروب في وشه وفدنه وفي اسمه كله ابني مماتش موتة طبعية ابني مماتش موتة طبعية ابني ميت متعذب ابني ما كانش تكن مخضرات ابني كانت في السنة وكان عندهم تعنات كان رايح البحر اتخذ من الكمين هو ده كل ما نعرفه ابني اتخذ من الكمين وتعماله مخضرات حتى لو امتز المخضرات بتدربو تهتنوا ليه في حكومة في حكومة تاخد حقنا يا سياط الرئيس انا بناشد سياطك انا ام وبناشد سياطك عايزة حضرتك تعرف لي ابني امتز لو ابني غلط ياخذ عرقابه قانونا انما ابني كان رايح البحر ويتاخذ في كمين وكان مع تليفون وكان لعيسوا وكلهم عام تليفونات لتليفونات الثقرت في المحضر ولا اي حاجة من دي مبتوب اني معهم اسلحة ومعهم زخيرة ومعهم هم ايام ست تكلم كلام عائل جدا لكن عايزة اقول للمدام لامة مصطفى ربنا يصبرها يا رب عايزة اقولها ان المجلس القومي حول انسان طلع قال عن القصة دي ان الدنيا بيس نواجه تناولا مغلوطا لواقعة وفاة ديشة بقسم المنتزه ونطمئن لتحقيقات النيابة يا حضرات مكملين بتلعب الدور اللي مفروض يلعبوا المجلس القومي لحموم الانسان مكملين مفروض ده دور المجلس القومي لحموم الانسان انه يقشف الموت في اقسام والسجون مصر للجميع وده اللي بيحصل مش بيفرق التعذيب ولا الموت في مصر في الاقسام ما بين مسلم ومسيحي مأساة مصطفى ديشة كان قبلها بستة شهور جريمة تانية لشاب مسيحي اسمه مينة عبد السيد برضو ماد تحت التعذيب بس مش في اسكندرية في اسم اكتوبر وطلعت برضو امه واكدت ان ابنها ماد من التعذيب اتفرق اللي بيقول كده اللي بيقول كده مش مكملين اللي بتقول كده ام مينة واللي بتقول كده ام مصطفى اللي انتم قتلتم ولادهم بالتعذيب اما مكملين فهي نقلت صوتهم بس صوتهم اللي ملهوش اي تنافس ولا مجال على قنواتكم صاحبة الصوت الواحد والميكريفون الواحد وحتى الاشكال الواحدة مش احنا اللي بنقول الزنازين الداخلية قذرة لا انا ما شفناهاش ده اللي قالت كده قناة الحرة نقلا عن تحقيق لافضل مجلة في الدنيا النيويورك تايمز اللي قالت سجون زنازين قذرة وظروف احتجاز مروعة لسجناء سياسيين في مصر مع اني مصطفى ديشا ومين عبدالسيد ما كانوش مساجين سياسية فين بقى المجلس القومي لحيول الانسان لا مش موجود بيقولك نواجه اعلام مغلوط فين بقى الصحافة والاعلام الحر في دولة الاخ الكبير فين بقى بيانة داخلية ضد قناة الحرة بتتشطر عين احنا بعتين لأحمد موسى وعمر قديب ونشأة الديه والبزا فاندي يتشطر عين ما تتكلموا مع اسيادكم ما تتكلموا ضد قناة الحرة اللي كان شغال فيها أبراهيم إيسا ما تتكلموا ضد مجالة نيورك تايمز وبالمرة بقى مش احنا اللي بنقول ان اللي بيحصل في السجون متعمد وما فيش انفراجة زي ما بيقول حقوقي كده محمد زارع الباحث في مركز القرارة الدراسات هو اللي بيقوله هات ما يحدث في مصر من في السجون من اهمال طبي وتعذيب وسوق معاملة شيء متعمد الغالبية السحقة في السجون حاليا في مصر مظليم وزنبهم الوحيد انهم اهتموا بالشأن العام حتى الان لا يوجد دلائل ومؤشرات حقيقية على انفراجة سياسية ومن يفرج عنهم من المساجين عددهم هزيل يعني قصة مش مكملين الخصة مش مكملين اللي بتقول انا عارف انها واجعاكم لانها بتوصل للناس والدليل ان ده مش اول هجوم على مكملين من ساعة ما رجعت والمرات اللي قبلها يا رجل ده انتوا بعدتوا جهاز المخابرات المصري ينسى ملاف سد النقضة ويركز مع الاطراق ان احنا نقص طب وقفنا ورجعنا يعني حتى في دي فشلة اعلامكم وجهاز مخابراتكم سايب مشاكل مصر كلها اللي هي امن قومي وعايز يقفل القنوات دي طب دي نرجعنا حتى المرات اللي قبلها في الهجوم كانت لما اتكلمنا عن الغلاء وبرضو ساعتها جات تعليمات من جهاز سامسونج لا احمد موسى وعمر اديب ونشرت ديه بالهجوم على مكملين وغيرها وشيطانة كل واحد بيحاول يكشف تضليلهم للشعب بص اتفرج على الميكس ده ايه الفكرة وناس تدخل زي المعيز زي الخرفان ايوه يجيبها وانكسارها وهو قاع برا الحلويات بقى الشربطات خد لا دي مش معارضة اللي بتكلم دول معادية قنوات معادية ولا ست معارضة ما تسيبش ودانك لحد ما تسيبش دماغك لحد والاعلام المعادي شغلته اكل عيش ان يسمملك عياتك الموضوع وصل حتى لما تكلمنا عن اللي بيحصل لأهالي الوراء فطلع ده هاردة مبارح كاتب في جريدة الأهرام يقولك الاعلام المعادي هو السبب الله هو مكملين هي اللي بتهدي بيوت الناس ولا اللي بعت الجزية للامارات الاستاذ احمد عبدالتوا بالكاتب الكبير في الأهرام كاتب مقال بيقول الاوضاع في جزيرة الوراء على الأرض اسمع بها الاوضاع على الأرض في جزيرة الوراء هي أبعد ما يكون عما تعرضه حملات الإعلام المعادي بأكاذيبه عن كل سكان الجزيرة الذين يحوزون كل أراضيها يعترضون على المشروع الضخم الذي يستهدف أحداث تطوير حضاري نوعي بالجزيرة ولأن هذا الموقف الغريب يصعب تفسيره ويستحيل تصديقه فقد أضفوا عليه لتبريره أبعاد رومانسية أحمد عبدالتواب الأخ الأخ أحمد عبدالتواب اللي شايف بعنيه اللي بيحصل في مصر بس الرجل عشان يعيش ويقول أرعيش طالع يقولك الإعلام هو اللي مبوض الحرب يعني أحنا الأوضاع على الأرض غير اللي احنا بنعرضه خالص يا راجل ده احنا بنعرض بالفيديو ده احنا عرضين من أول يوم قريض جزيرة وراء بالفيديو الحرب دي مش على مكملين وقناة المعارضة الحرب دي بالنظام وألضيشه وشعب بيدافع عن حقه عشان كده معركة النظام مشى بالتوازي ضد الشعب والإعلام اللي بيعبر عنه لسه مبارح كنت بقولكم إن السيسي وحكمته من وراء حركة ترشيد الكهرباء والاجتماع في الظلمة دي نوين على حاجة والخطة إنه يقولك أنا عندي أزمة وعملت اللي علي واكتمعت في الظلمة وعزة مصطفى طلعت هوت في الستوديو يبقى المشكلة مش في نحنا كحكومة المشكلة فيك أنت يا شعب لسه مبارح قلتلك الكلام ده وقبل ما تعدي 24 ساعة لقينا الخبر ده السيسي يعمل والحكومة التحرك ماذا عن المواطن الله نفس القصة هو يلبسك في الحيط وبقال لك أنت فيه إيه أنت مالك بتقول أي ليه كده أيوة ماذا عن المواطن الجبلة اللي قاعد ما بيعملش حاجة خالص والحكومة بتجتمع في الظلمة وعزة مصطفى بتهوي ماذا عن المواطن اللي قاعد بيصدق الإعلام الحر ماذا عن المواطن اللي بيشتكي من لقمة العيش وعشان تعرف أن خبر الدستور ده مش مجرد كده افتكاسا من الدستور تلاقي خبر تاني عن لسان وزير التموين يقولك أن السكان هم الخطر الأعظم هم الخطر السكان طيب ده كلام وزير التموين بس ما ممكن ما يكلش مع الناس فلازم نجيب له حد ديني بقى الخلفية ديني عامة فيطلع بتع دار الإفتاء يقولك تنظيم الناس لمن الضروريات الحياتية والشرعية فاتفاق الزوجين على تباعد فترات الحملة أمر ضروري للتناسب بيننا مبروك عايزة بارك لك والله ألف مبروك جدده سنة تجدده لأول ثلاث شهور أو مدة يعني النهاردة تلقى القرار بتجدده سنة الراجل شغال الراجل شغال يلوي في النصوص ويكلم على القرود ويحلل البنوك ويحل أي حاجة الراجل ده قرى بيحل الخمرة بس رغم أن المواليد تراجعت بالفعل والناس قرفت من استوانا دي بس تقول إيه بقى في جهاز سامسونج فاكرين الخبر ده تراجع معدل المواليد في مصر أهو واحد أغسطس بنسبة تلاتين في المية مستعمل جنيه الناس مش بس بطلت تخلف دي الناس طفشت من وشكه لغاية النهاردة الأخبار بتتكلم عن محاولة الهروب من الجمهورية الجديدة خبر أهو حلم السفر انتهى بكابوس وفات ست شباب من قصيوت أثناء الهجرة غير الشرعية الإيطالية الناس طفشت أما اللي لسه قاعد في البلد بقى أو اللي مضطر يقعد فالإعلام مش معادي بقى اللي مش معادي بتاعهم طالع يبشره بعد تسع سنين من حكم السيسي وقل له أصبر استحمل يخفض فطورة البيت شوية يقلل عشان ما يدفعش فطورة الكهرباء غالية لأن الكهرباء غالية فواتير بتجي غالية يقلل شوية المياه غالية جدا فواتير المياه غالية جدا أقدر أقول لك ما حصلش لا ده أنا اللي بقول لك هو مش حد أنا اللي بقول بقول لك الكهرباء غالية والمياه غالية رغم الكهرباء مبارح رئيس الوزراء بيقول لنا ده من السعرها ده مش السعر بتاعها والسفير نادر سعدك المعنى مبارح قال لك كمان من السعرها هي مرحلة صعبة كل حد يتحمل شوية كل حد يتحمل شوية الناس طبعا والناس تحملنا وبنتحمل وبنتحمل وكنا عايزين نبص ما هي كله كان كله 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 ده اللي كان بيبشاركو في 2016 و2017 و2018 و2019 بانه خلاص عارفك دهب واليقوت والمرجان ده اللي قال الكلام ده هتلاقوا دهب يقوت مرجان جاي لكم هو نفسه ده اللي قالكو في 2017 ممكن تفتر على بالحة ومية بس هو يفتر على فقدة ضاني هو نفسه ما هو انت مش عارف ما تعيبش على مين يعني ما تخافش بمين خاف من خلفتها هو المثل بيقول كده بس ما نقدرش أقوله كله ما تخافش من كذا خاف من خلفتها فانت بقى تستحملوا أكتر من كده استحملوا كمان استحملوا كمان وسندوتش الفول بقى في البورصة كل يوم بسعر زي بتقول الأخبار كده الحاصلات الزراعية 500 جنيه زيادة بأسعار الفول البلدي بالأسواق عايز أقولك أن عربية الفول غلت طبق الفول 15% النهاردة شفت الأسعار أقل سعر على عربية الفول بقى بخمسة جنيه طبق الفول اللي قد كده اللي فيه كبشة فول بقى بخمسة جنيه عايز أقولك أن قرص الطعمية النهاردة كان فيه تحقيق صحفي قرص الطعمية صغروا أكتر لأنه غلوا ما نفعش طب نصغروا بقى ونبيوا بنفس السعر وأجلى تعالوا شوفوا تعاليه الناس الغلابة على رفع سعر أكلة الفقير اليومية طبق الفول والبسلطين ورغيف العيش اسمع كده أرحموا الناس بقى هو كان بقى 2 جنيه ده اللي وقفة أقول فرجة بس طبعا أرحموا الناس بقى كل ده حاجة بقت صعبة حتى لقمة الغلابة منه لله ياسر جلال هيشحتنا والله والله محمد انت زكي ما سبتوش حاجة للناس الغلابة حسبي الله ونعم الوكيل والله 2 جنيه كانت بروح آكل في مطعم فول وطعمية وعيش وصلاة ولمون كمان في أشهر مطعم مطعم حجازي من شهر يقول الأسعار اتفعت صح النوم كل ده ويقولك الحكومة وقفة مع المواطن بسيط والفول والطعمية دول مين اللي عايش عليهم ومين اللي يتأثر برفع سعرهم مش معقول طبعا الناس الأغنية اللي في العالمين والسحل الشمال اللي بيشتروا المية بس بمتين وخمسين جنيه يا باشا الناس هتاكل عيش حاف بس قوعك تزود العيش كمان يا باشا الشقة الوحدة كان بربعة الشقة يعني النص رغيف يعني يعني الصندويتش كان بربعة جنيه والرغيف كامل كان بستة جنيه صباح الفول يعني الواحد كان بيفطر فول بس بتلاتين جنيه ومش بيشبع كمان دي تعليقات الناس فين بقى الاعلام اللي مش معادي من الكلام ده ما يقدرش يقوله ما يقدرش يقول ان قرس الطعمية صغر اكتر ما يقدرش يقول ان طبق الفول بقى بخمسة جنيه بس طبق لوحده ما يقدرش يقول لانه الدنيا ربيع والجو بديع قفل لي على كل الموضيع فين بقى مراكز الامحاس اللي تدرس كويس قوي بجد والله ما هو تأثير الفقر ده على صحة ولادنا عارف يعني ايه ابنك بياكل اكلة معينة او رابش زبادة الاكل عارف ده هيأثر فيه على المدى البعيد قد ايه فين ده الاعلام اللي مش معادي كل حلوله اللي بيرددها من ساعة ما السيسي جاه اصبره جات 2014 اصبره جات 2015 اصبره جات 2016 استحمله جات 2017 اصبره جات 2018 ايه شوية جات 2019 استحمله بقى لغاية يوم الدين اصبره واستحمله وإلا الابضل امنية موجودة والاخ الكبير بيرقبك جهات امنية تراقب ترشيد الاستهلاك كشف المحادي زرس مصرات الكهرباء ايمن حمزة للمنصة عن سعي الحكومة لخفض نسبة مشاركة الغاز الطبيعي في إنتاج الكهرباء بنسبة من خلال ترشيد الاستهلاك الذي اوضح ان جهات امنية تراقب اجراءاته لحظة واحدة بقى الجهات الامنية يا حضرات الجيش مش بس بيرقبك انت خش النهاردة على خبر بيتكلم عنه او مبارح الاخ كامل الوزير بتعناك طالع بيتكلم بيقولك احنا عيننا مش عارف كم مهندس وكام الف عامل جميل جدا بيقولك عينهم جداد حلو قوي بس بقى بيقولك ان الموظفين دول بتوعه اتدربوا في الجيش ودخلوا دورات مع الجيش وملفاتهم كانت في الام وان هما اخدوا مش عارف ايه من الجيش عشان يوظفهم في وظيف مدنية يعني الجيش والمخابرات الحربية والاجهزة الامنية بقت متحكمة في كل حاجة حتى انها بترائب اجراءات الكهرباء احنا في دولة الموز حرفيا دولة الموز اللي الجهات الامنية حتى مناخرها في كل حاجة حتى في الخلفة دولة الموز بس فيها اللي الناس تموت من السجن بالتعذيب وتطلع الداخلية بدل ما تحاسب المسؤول تقولك الاعلام المعادي بيشوّل الصورة الجميلة دولة الموز اللي القضاء فيها القضاء فيها الشامخ بيوقف حكم على مرتضى منصور سنة لسبه الخطيب بدعوة ان مرتضى منصور سنه كبر الخطيب اخد حكمين على مرتضى منصور الحكم الاول بحبسه سنة لكن مع ايقاف التنفيذ ليه سيادة القاضي لان الراجل كبر في السن ودخل في السبعين ومش يعملها تاني ده الحكم الاولاني لو تجبتقولي يا علي يبقى كتر خيرك وسريعا لان انا طلبته من بدري الحكم بحبس مرتضى منصور سنة مع وقف التنفيذ لان مرتضى منصور بلغ السبعين قضاء مصر الشامخ القضاء الشامخ ده بقى هو اللي مبهدل عبد المنع بفتوح جوه السجن بلا قضية ده عبد المنع بفتوح اكبر من مرتضى منصور بس هو بمزاجنا بقى بمزاجنا نعزب مرتضى من نعزب عبد المنع بفتوح وفي نفس الوقت نوقف حكم سابت بفيديو لمرتضى منصور بدعوة انه سنه كبر هات الخبر يا علي لو سمحت خبر مرتضى منصور وحكمه سنة وانا الحقيقة الخبر ده ما وجود النهاردة في كلها في الشروق فصاد البلد في كل عدة سنة تم ايقافها لكبر سن مرتضى منصور لكن عبد منع بفتوح الحقيقة الراجل ولا حاجة يعني مرمي ومش عايزين يعالجوه ومبهدلينه لانه في الاخر ضد النظام بس مرتضى بتاع النظام دول الموز هي القارات فيها الاقتصادية بتوانتهت بتاخد من منطقة التخبط والاستدانة على البحري واللي يحذر من الكارثة يتمنع من الكتابة دول الموز اللي النظام فيها بيحاول يحلوا كل مشاكل حقية والاقتصادية بشماعة الاعلام المعادي دول الموز اللي النظام فيها خلى الشعب هم المشكلة مش الحل وبعد كل ده يجي مدول يقولك للمواطنين الغالبة تقشفوا واربوتوا الحزام هو عايش هو والوزراء بتوعه عيشة ملوك مش أنا لابقول الكلام ده ده أنور الهواري اللي قايله أنور الهواري رد على وزير رئيس الوزراء قال له بالضبط كده موافق دعوة رئيس الوزراء للمواطنين على التقشف أن يتقشفوا في استخدام الكهرباء فالتقشف في كل حوال نضج ورجد ومسؤولية لكن سيادته وحكمته معه أكتر من يمارس البزق والإصراف بما يفوق ما عرفته العصور الخدوية من تبزير بلا حساب بلا حساب ماشي ولا مساءلة ولا تدبر العواقب أدعو السيد رئيس الوزراء لينظر من شرفة مكتبه الأسطول الفخيم الفاخر الذي لم يتنعم بمثله رئيس وزراء من قبلي منذ عرفة مصر الوزارة الحديثة 1878 أدعوه أن ينظر حتى يرى ناطحات السحاف في العالمين الجديدة مضاءة بالكهرباء 24 ساعة ثم أذكره وأذكر حكمته وأذكر الحكومة النصورة 23 يوليو 52 كانت قد ألغت انتقال الحكومة إلى العاصمة الصيفية وكانت الأسكندرية على أساس أن ذلك كان بزخا وهدرا للمال العام دون مبرر إلا متعة الملك والوزراء وكبار الموظفين ولم تكن أبدا على مثل ما هي ما هي متعة حكام هذه الحقبة الرحينة التي فاقت أساطير ألف ليلة وليلة دولة الموز يا حضرات الوزراء فيها بيروحوا 31 وزير للعالمين بالسوئين بالطبقين بالشغلين ويطلبوا من الشعب يتقشف دولة الموز هي اللي يتصور فيها الحكومة وهم قال لي قاعدين في الظلمة تحقوا على مين بتحقوا على مين بجد والله يعني الشعب يصدق كده ان انت كنتوا عاديين في الظلمة يعني بتحقوا على مين خلاص الشعب كبر دولة الموز اللي ما فيهاش لا إعلام ولا تعليم ولا قضاء وقديني قلتلك اهو بالمستندات ايقاف حبس مرتضى منصور في قليل صب الخطيب لكبر سن الورق موجود وحيسيات حكم القضية دي موجود ولو دورتلك هاجبهولك قالك المحكمة قالت انه الرجل دخل في السبعين ومش يعملها تاني وبالتالي اهو اكدت المحكمة في حيسيات حكمها انها ترى من كبر سن المتهم وكونه قد جاوز السبعين عاما من عمره ومن الظروف التي ارتكبت فيها الجريمة ما يبعث على اعتقاد انه لن يعود الى مخالفة القانون مستقبلا فانها تأمر بإيقاف عقوبة الحبس المغضي بها لمدة ثلاث سنين عمين عم فتوح سنه اكبر من مرتضى منصور انا مش بجيب لك بقى اخيانات الاخوان اللي في المعتقد خالص انا بكلمك على مرشح كل جريمته انه راح عمل حوار بره ورجع وبينكل بيه داخل السجن لحد النهاردة بينكل بيه حرفيا بلا قضية المحكمة الطيبة الحنينة مع مرتضى لكبر سنه لكنها مع منا عم فتوح ما بترعيش اي حاجة لا كبر سن ولا مكانة اجتماعية المحكمة الطالية الحنينة بتدافع عن سفي سافل شتم مصر كلها بس ما بتدفعش الحقيقة عن واحد زعملنا فتوح كان عنده شعبية وكان ليه جمهور الخلاصة يا حضرات الحرب اللي شغالة من الداخلية ومن القضاء ومن الانتاج الاعلامي مش هدفها مكملين هدفها وانت هدفها كاتم الصوت الوحيد اللي قادر يوصل مطالب الناس في العيشة الكريمة الحرة ويسمع للسيسي كلام او يسمع للسيسي كلام الناس الحقيقية اللي هو مش عايز يسمعهم دي حربة مسمومة محسوبة وخلصانة من غير ما تنتظر النتيجة اللي اكيد هتكون لصالح الناس اشتركوا في القناة